بنعد كتير في طريق برج العرب السحل الشمالي وبنلاقي مطاعم وكرة كتير للمأكلات البدوية تعالوا قلكم على أشهر المطاعم بتاعة المأكلات البدوية اللي هناك وقلكم كمان تقييمي ومين عجبني أكتر يلا عشان تعرفوا كل التفاصيل معايا بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من جولاتي ويلا بينا نبدأ الفيديو هنبدأ بأول حاجة معانا وهو مطعم واحد خطاب أول ما بندخل طبعا بنلاقي كراسي كتيرة جدا لزاوي الاحتجاجات الخاصة فزي ما قلت لكم أنا بحترم الموضوع ده جدا في أي مكان وبلاقي في الخدمة دي وفي شوية حاجات للأطفال زي العربيات اللي انتم شايفينها دي كده يقدروا أن هم يلعبوا بيها لكن ما فيش حاجة تانية أكيد ممكن الأطفال يتسلوا بيها هناك طبعا لما بتدخلوا من المكان بتلاقوا علي منا وشمالنا أماكن يعني زي سيدات بدويين بيعملوا اللي هو الفطاير العربية والمصرية والبدوية بطرق كتيرة مختلفة وبتلاقوا أن هم كمان بيعملوا جميع أنواع الكنافة والكنافة النابلسية والكنافة بالجبنة وكل الحاجات اللي احنا بنحبها دي كلها واللي بيميز واحد خطاب أن هو فيه كذا زون كده بيتقسم لمناطق مختلفة جزء معمول على الطابع البدوي بالكنابات اللي هي بتبقى على الأرض وجزء تاني معمول كده أفرنجي زي ما بيقولوا جزء تالت معمول على الطراز الخليجي وطبعا كل مكان بتبقى قاعد فيه بتبقى شايف اللي هي البحيرة اللي هناك اللي احنا صورناها مع بعض دي طبعا الناس كلهم على فكرة هناك محترمين جدا ولزاز ودمهم خفيف بس احنا قررنا ان احنا نقعد في القعدة اللي هي برا لان الجو كان هوا وكان جميل وما كانش فيه شمس شديدة تقفلنا ان احنا نقعد برا وكمان احنا كان معنا ناس فما ارتحوش قوي في القعدة على الأرض القعدة البدوية فحبنا كمان ان احنا نشوف منظر البول ده بالنفورة وحواليه برضو كده دير ما يدور اللي هي اللي باللون الطوبي البعيد ده اللي هو برضو الأعدات البدوية زي اللي احنا كنا لسه شايفينها جوه فحسنا ان المنظر لطيف اكتر وشكل البحيرة كان باين اكتر من بعيد مع شكل الشجر والحاجات دي كلها فكان القعدة دي اجمل بصراحة بالنسبة لنا وده كان المينيو موجود فيه بقى كل انواع الحاجات اللي انتوا نفسكوا فيها من اول بقى الشربة للأكل البدوي للسلطات للمحاشي للمشويات للطيور الكتير للملوخية لوجبات الاطفال كل حاجة متوفرة جدا في المينيو طبعا في ناس معايا طلبت ملوخية وبصراحة كان الشو بتاعها لذيذ حلو يعني مش دايما بتبقى كل المطاعم فيها الخدمة دي وكان الطعم بتاع الملوخية مميز جدا من اكتر المطاعم اللي احنا كان فيها ملوخية في الفيديو ده الطعمها جميل ومميز جدا بصراحة وبعد كده نزل لنا بقى شويات فيها مشويات مشكلة بصراحة كانت جميلة جدا والتدبيلة بتاعتها مصبوطة قوي وكل حاجة بس هو عبها ان هي كانت نزلة بردة شوية لكن الطعم والتدبيلة كانوا ممتازين بصراحة السلطات معجبنيش قوي زي مطاعم تانية لسه هنعرضها قدام في نفس الفيديو ده حتى كمان المكارونا المبكبكة كانت الاول بيعملوها احسن لكن حاليا معجبنيش خالص خالص المكارونا تقريبا يعني ما كان نهاش السعر بتاع المطعم كتوتل سعر الوردر اللي احنا طلبناه كله بصراحة كان كويس جدا جدا وما دفعناش كتيرا خالص هناك بمقارنة بمطاعم تانية فدي خلاصة تجربتي في واحد خطاب يلا بينا ندخل على التجربة اللي بعدها التجربة التانية وهي كانت في مطعم او في واحة اسمه مطعم لخرس وليس الاخرس عشان احنا قعدنا نقول هي اليفطة متشال منها حرف ولا ايه لكن هما تابع عيلة لخرس وصاحب المكان من مارسة متروح تمام اول ما دخلنا بقى واحة لخرس بصراحة كان فيه يعني زي نجيلة كتيرة جدا اكتر من واحد خطاب والشكل بتاع القعدة برضو بتاعت الاوبن اير فيها كانت مميزة جدا وكمان كان فيه لعب اطفال كتير بقى من زحليقة لمراجيح لحاجات كتيرة موجودة هناك في وسط النجيلة الخضرة فحسيت ان المطعم ده هيبقى مميز للاطفال اكتر من واحد خطاب لكن ما عجبنيش في المكان ان هو ما فيهوش الا صالة واحدة بس هندخل بقى الصالة دي مع بعض ونتفرج عليها ده شكل الصالة بتاعتها برضو معمولة على الطريقة جزء منها افرانجي وجزء منها بدوي لكن يعني ما فيش تعدد هناك تاني في المطعم ده وزي ما انتم شايفين دي كده الشكل القاعدة الموجودة هناك بالديكورات الموجودة هناك هناك في واحد خطاب انا كنت حاسة ان الناس فرندلي اكتر من هنا لكن برضو دول محترمين ولكن حسيت التانيين لوزاز اكتر قدمونا برضو الملوخية في شوء الملوخية ما عجبتنيش قوي زي واحد خطاب لكن الرز بتاع مطعم لخرس كان مميز جدا جدا عن بتاع واحد خطاب وكمان الشربة كانت مميزة جدا جدا عن واحد خطاب وكمان السلطات مميزة جدا في مطعم لخرس عن واحد خطاب السلطات طعمها احلب كتير مطعم لخرس المشاوي بتاعته ما عجبتنيش اطلاقا اولا اللحمة الفليه كانت بتشد جدا وكانت يعني مش متبلة كويس وكمان كانت نزلة برضا فالمشاوي بتاعت واحد خطاب بصراحة تكسب لكن في واحد لخرس نزلونا شاي ودي كان فري فالخدمة كانت مميزة قوي ودفعنا اكتر شوية في مطعم لخرس عن واحد خطاب مع ان المفروض ان واحد خطاب اشهر بكتير وليه فروعة في اماكن كتيرة في مصر اكتر من الاخرص بس دي كانت خلاصة تجربتي يلا بينا ندخل على المكان الثالث اما الجراري اللي هو جنب الكرة دي لان فيه لي كذا فرع لكن انا بتكلم عن الفرع اللي انا مسوراه بالكاميرا ده اكتر حاجة عجبتني فيه ان هو شكل الاطباق نفسها وهي نزلة كانت شكلها افضل كتير ومتخدم عليها كويس وعملين فيها كده ديكوريشن على الاطباق بطريقة حلوة قوي فيه اكل كتير من قرية الجراري كان احلى من واحد خطاب ومن الاخرص وكمان من التمساح وفيه حاجات تانية معجبتنيش اطلاقا السعر برضو من متوسط الى غير اما بقى اخر حاجة الاوبشن الرابع وهو كان قرية التمساح بصراحة القرية دي جميلة جدا من حيث الاكل من حيث النظافة من حيث ان هي بيجي لها رحلات كتير جدا زي ما انتوا شايفين كذا اوتوبيس كبير هناك موجودين بسبب ان هي متعددة وفيه حاجات كتير جدا للاطفال فيها هناك زي بارك كده فيه حيوانات كتير جدا الاطفال تلعب معاهم وكمان الاكل هناك كويس جدا وكمان الخدمة هناك كويسة قوي الاسعار من متوسط الى غالي لكن معلش بقى سامحوني ان الفيديوهات بتاعة الجراري والاجزاء بتاعة الفيديو بتاعة قرية التمساح اتمسحوا مني من على الموبايل فان شاء الله هروحهم تاني وصوره لكم لكن حبيت برضو اعرفكم كل التفاصيل عن الاربع اماكن دول وبكده تقريبا احنا غطينا اشهر الاماكن اللي موجودة على طريق برج العرب جنب الاستاد وقلتلكم على الحاجات المميزة اللي عجبتني والحاجات السلبية اللي ما عجبتنيش اتمنى ان يكون الفيديو مفيد لكم ما تنسوش تعملوا لايك لان ده بيساعدني ان الفيديو ينتشر في كل مكان وغيركم كمان يستفيد وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلوكم كل جديد من قناتي وتدعموني ان انا استمر مرسي جدا لكم اشوفكم في فيديو جديد باي باي